بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن وعلى الله وصحبه وسلم. بما بعد. ان شاء الله رب العالمين ده اجابة امتحان يوم الجمعة عشرة اه اتناشر. الامتحان ده ضمن محتوى شهر اتناشر هو امتحان طويل شوية ولكن هنحله. الامتحان ده نازل من الكتاب العمالقة. اول سؤال بكل شخص بيرتكب اخطاء عندما يتعلم شيئا جديدا. وانت عارف حضرتك ان يرتكب اخطاء اسمها وعارف كمان ان عندك دي بنسميها فاعل غير معروف. الفاعل غير معروف بنجيب بعده فاعل مفرد. وبالتالي الفاعل المفرد هنا طيب هتقول ليه عشان الفاعل هنا مفرد. فالمففوض المفرد بناخد مع فاعل اخره. طيب التانية بقول لك ماي وعدتني الايدي من اللي انت حافظه اسمه او يبقى المفوض نستخدم المصدر يبقى تعالنا نترجم لاربع كلمات دي عشان نعرف معناهم يعني مربك الارتباك معناها مما يثير الارتباك او بارتباك يعني مرتبك وانت عارف ان اصلا كلمة بنجيب بعدها صفة وبنترجمها اسم فبتقول لي انا اشعر بالارتباك عندما او اسناء الامتحانات طيب رقم اربعة هو لائب ان ايه انت بترجمت الجملة عايز تقول لائب اكيد لائب مدهش يبقى خد بالك انت قلت لي يعني لائب المدهش كان ممكن تقول كأنك انت فاهم طبعا القصة ما احنا نستخدم زرف عشان نصف بالصفة يبقى القولنا دي ممكن عملها الطرقتين او رقم يعني يدهش دماغي ايه بالافكار اكيد دماغي ممتلئة بي ممتلئة بي او ملأ بي اسمها اللي هي دي الكلمة التانية عايز اتعرفها برضو غير اه اضافة لكلمة في كلمة اسمها يعني يملأ بي يعني في الوز دي كده بمعنى يملأ بي بمعنى ممتلئ اه السؤال بعد كده بيقول لك يحتاجون عناية معينة عايزة ترجب معاه الكلمات الاول وبعدين اصلا ما يجيش بعدها مع هزا يعني فضن اسمها المعنوية ما يجيش بعدها حزا قبلها يعني قادر يعني معاق ودي صفة يعني ايه صفة يعني عايزين بعدها اسم هنا اولا مثلا وزا يعني المعاقين وانت في القملة عايز تقول المعاقين يحتاجون رعاية خاصة اقول تاني المعاقين دي اسم لكن معاشا معاقNER صفة عايز اسم بعدها و هكذا ممكن دي من وesso نقول عايز تقول لعاقة اوقفته من اللعب يبقى كلمة دي اللي هي رأى الماضي من كلمة معناها المنشار. المنشار يستخدم ولقاطع الاشجار. حضرتك عارف واكيد وفاهم ان انت عارف لما يكون عندك وبعدين المصدر او انا قدامي هنا طب يا مسترين فهيقول احمد دي معناها احمد يستخدم فيه. يبقى احنا كده عندنا. يستخدم فيه يبقى والمصدر او الفعلي نضاف له ده لو معناها يستخدم فيه. ولو انت عايز تقول يستخدم فيه فلازم فيه. طب لو عايز اقول معتاده لان يبقى والمصدر او طيب طيب الفعلي مضاف له فانا عايز قبله وبعد يبقى يبقى فيه لا مفيش ما هو فيه خبالك وبي نفس المعنى. يبقى الجملة دي احتمالاتها التلاتة. دي رقم واحد. رقم اتنين. ينفع اول في دي هقولك لأ احنا بنستخدم وان او المصدر لو معناها يستخدم فيه. لكن معناها يعتد على. طبعا ما فهاش مشكلة اين? بس انا عارف ان انا ممكن استخدم في المصدر. يعني ايه يعني مشهورة ام بي. ايه ما يتخد بالك يعني يهدف الى? يعني انشاء او تأسيس جامعة اوروبية يبقى ايوني اوروبيا في هنا منحصتين. اولا ليه ما نقول شي زا? معناها الجامعة الاوروبية. انت ممكن تقول جملة كده وتجيب قبلها زا? او ينفع. تعال راح للصبارة لاحظة كده. ركز معي في الجملة اللي كانت تتهم لك دول. انا تتلك الجملة مرة بزا ومرة بآ. بس عايزة تفهم الفرق بينهم فين لان الجملة دي كانت تنتحان سنوية عامة السنة اللي فهد الفين وعشرين. الجملة الاورينية بقول لك معناها الجامعة الاوروبية. از ان كافريكا. موقعها في افريقيا. لكن هنا بقول لي هم يريدوا ان يبنوا جامعة اوروبية. فهنا هي نكرة. هم عايزين يبنوا جامعة. لكن في دي الجامعة الاوروبية. طيب نرجع لجملتنا نشوف الراجل عايز اقول ايه فيها واحنا اخترنا مين بالزبط وليه. في الجملة دي سيادتك بقول لك يعني الحكومة بتهدف الى انها تبني يعني جامعة شفناك ازاي جامعة اوروبية فعشان كده اخدنا آه. اه معناها معروف لدها معروف بالنسبة لي معروف عندها. وبالتالي قلنا تلاتاشر بقول لك اي بريفير اسم تو اسم واحنا فصلنا الموضوع التفصيل دقيق جدا في قاعدة اه في شرح قاعدة الوحدة الخمسة رجاءا لو ما اسمعتهاش اسمعها. فصلت لك الفرق بين وود رازر ووود بريفير وهاد بتر بالتفصيل الممل. فهنا انا عايدة بتعرف اني شيء تو شيء. اه بعد كده رقم ربعتاشر حسن بدور على مكان يركن في السيارة. يبحث عن اسمها يبقى ناخد فور. وعلى فكرة بدل كم ممكن نستخدم برضو كلمة اللي معناها يبحث عنه. رقم خمستاشر نقط هل هناك جامعة شوف انت في العربي قلت لي جامعة يبقى اسم نكرة يبقى زر طيب ستاشر يعني الكلاب نبحت لما شافت الجملة دي برضو كانت في الانتحان سمعها عامة الفين واحد وعشرين. الكلاب نبحت عندما رأت انفسها. الكلاب يا فندم جمع. والجمع هاخد معازم سلفس. المشكلة اللي حصلت في الانتحان ده لما جاء السؤال ده يا شباب ان الطلب قال لك ده اسم غير عاقل فناخد وطبعا دي مصيبة تلتة خالص. المفرد سواء هو عاقل او غير عاقل ممكن نقول له ممكن عليه يعني احنا ممكن نقول له الكلب هي عادي جدا. طيب الجمع سواء عاقل او غير عاقل بناخد زي ومعاهزم وزمه كده. مستر حسن طلب من طلاب وانهم يعملوا اقتراحات. ابداعيه عشان يمنعه التلوث. طبعا انت عارف ان يقدم اقتراحات اسمها وبالتالي ميك. مصدر اداء قدامي فحضرتك تفكر في وعلى طول. وعلى فكرة كان ممكن نقول وتنفع وتبقى زي الفل. يبقى احنا كده ضفنا النفس هنا او كين وكين بعد اخت ما تخرجتش بدأت تبحث عن وظيفة يبقى دي معناها يعتني بي. يبدو سمينا تبدو تخينا يعني هو انت زدت في الوزن والله يا مستر عايزة لتعرف كده وتضيف لمعلوماتك ان كلمة يا زاد في الوزن اسمها دي كده الاتنين معناهم يزداد في الوزن. عكسهم بقى خبالك اللي معناها يفقد وزنا او يخس يعني. فتعالا نشوف. نقول لك انت شكلك بقيت سمين جدا. هو انت زدت في الوزن يبقى زي ميكانك الجملة دي صديق لها حلين. ممكن نستخدم في الجملة ممكن نستخدم في الجملة دي برضو نفسها بس الفرق كالتالي. انك انت لو خدت يبقى هتحتخدم معاها والفعل في المصدر. لو خدنا يبقى عند عايز بعدها لما نقرأ الجملة بقول لك زي ميكانك فعلا مضاف له يبقى طب عايز اخد يبقى رقم اتناشر بيقول لك الفكرة كده هنا في الموضوع كله في كلمة دي يعني سهل وانت عايز تقول ان الانسان الآلي جعل العمل المنزلي سهلا جعلها يبقى لو هي مفرد لو جمع او يجعل يعني مضارع فعشان كده قلنا يبقى الجملة كده معناها ان الانسان اللي قلي بيجعل يبقى كلمة هنا اللي احنا عملناها دي معناها هيجعله. طيب الجملة اللي بعدها الموضوع كله في كلمة انت عارف ان هنا عايز يقول لك يقوم بي. يبقى انت عايز هنا كلمة العمل البنزلي بسهولة يبقى اقول تاني اتنين وعشرين تاتة وعشرين سريعا الانسان الالف رقم اتنين وعشرين انسان قالي يجعل العمل سهلا هنا كده معناها يجعله سهلا لكن دي الروبوت يؤدي العمل المنزلي بسهولة ايوز اتعودت ان انا اصحى بدري ده معناها لاحز انه لم يقول لك المصدر معناها انه كان بيعمل زمان وبطل طيب هل ده معناها ان اي جيت اب ارلي ناو قالك انا كنت متعاود وبطلت اي دونت جيت اب لات لا اي اخد بالك هقول في الجملة الاصلية انا كنت متعود زمان وبطلت اني اصحى بدري ده معناها ان هو يبقى تشيل ناو كمان يبقى دي الاخت غلط اذا الاجابة انا المصدر ده معناها انك كنت متعود تعمل وبطلت ده معناها خمس وعشرين بقول لك المدرس بتاعي بيوفر لي بيزود وني بيزود بيسمها شخصا يبقى وز وعلى فكرة ممكن نستخدم وتعال نشوف الاتنين دول هنا سريعا على الصبارة اللطيفة اللي احنا عاملينها دي بص انا ممكن اقول لك زي هعملها كده يعني بتزود يوث ده معناها ايه الحكومة بتزود آآ فرص عمل للشباب او بتوفر للشباب فرص عمل نفس القصة برضو ممكن اقول لك تب ما ديجي بقى نترجم كده الترجمة الدقيقة انت قلت لحكومة يعني تزودوا تزودوا الشباب بفرص عمل عشان كده خلتنا لب هنا الحكومة توفر فرص عمل للشباب يبقى من الاخر كده الشخص وز شيء او بروفايد شيء فور شخص هنا في الجملة اللي احنا بنحل فيها احنا قلنا ايه آآ بروفايد وز بروفايد شخص وز شيء يبقى وز بقول لك ان هي كان لازم تساعد زوجها في العمل يعني يساعد شخصا فيه في سبعة عشرين بقول لك ده دكتور ريكممندد هم القصة وما فيها ان لما نجيب معاها مفعول بس ركز في الكلام لو جبنا معاها مفعول يعني معاها الجملة فهي مفعول سواء بعد ريكممندد قبلها المهم في مفعول لو جينا نفصل الجملة دي فالفاعل هو الدكتور ده الفاعل اللي عمل الحاجة دي وهم ده المفعول حلو يبقى انا معاها مفعول لقاعدة بتقول لك ان لما نجيب معاها مفعول لناخده المصدر فتوجف وكان ممكن اقول لك برضو طيب لو قال لك بقى في الجملة اه دكتور ريكممندد نقط من غير حاجة خالص فهينا هنقول بقى زو دكتور ريكممندد نقط ده اللي كنا بنحكي فيه الدكتور اوصى بترك التدخين واصمين ما نعرفش شيء وانا اخد فيها مدفل اي نجي لانا ما فيش مفعول خاعل مصدر يبقى المفروض نستخدم المصدر مباشرة من غير تفكير الكلام ده مع ومع ومع الحاجات دي المصدر يبقى نكمل مع بعض الفيديو بقى بشوات جمل الترجمة الجمل الاول الاصلية الاولية رقم واحد معانا بقول لي ان القراءته هي مفتاح المعرفة والعمل الجاهد والطريق والسعادة اول واحدة غلط عشان هو قال لك هنا بالرغم من في الجملة الاصلية قال لك السعادة اللي هي الحاجة التانية عايز اكتميز بين كلمة اللي هي معناها طريق امور ومن كلمة دي اللي معناها حمام هو طبعا في الجمل الرقم بي اللي حمام وفي رقم الجمل غلط عشان هو نص اصلا نصات الفعل كتب لك زكي المفروض تبقى ايز زكي فنقص فعل وبالتالي اللي صح اتنأملوا في وضع حد الامية والبطالة والفقر اول الجملة هي اللي صح التانية غلط عشان ما فيش حاجة اسمها زي هو ما قال لكش هم قال لك نأمل ونحن يعني فالمفروض الفعل نحن الجملة رقم دي معناها ترجمتها الامل في وضع نهاية للامية والبطالة والفقر ما قال لكش ماله يعني شيء عظيم شيء فقر المهم يبقى رقم دي الجملة دي خطأ عشان هو قال لك هنا بور اللي هو الفقير بالرغم انه في الجملة قال لك الفقر يعتمد النجاح في الحياة على الصبر والعمل الجاد اول واحدة غلط عشان هو يعني ينجح المفروض تبقى والتانية برضو حاجة التانية رقم سي بقول لك سكسيد والنجاح في الحياة ده اسم مفرد فكانه مفروض نقول وبالتالي كلهم غلط ورقم دي اللي صح تم نشر كتبها في كثير من دول حول العالم اول واحدة غلط المفروض نقول هير بوكس هاف بين بابلشت كتبها نو شيرت لكن دي معناها نشرة معلوم فرقم بي المفروض تبقى والاخيرة خالص دي معناها كان ينشر المفروض تقول يبقى كده رقم سي اللي بعد كده بيقول لك السياحة اهم من اهم مصادر الدخل القومي في مصر السياحة اللي اسم ها وده اسم معناه ما ينفعش نستخدم قبل ولا زي يعني كده ايه وبيه غلط حاجة بكاية صفة التفضيل المحتاجين قبلها زي بقى رقم دي اللي صح اتصفح الانترنت اللي كاي اعرفوا احداث الاخبار اول واحدة هي اللي صح البقين غلط عشان المفروض تقول لكي اجي دي بقى طول مصدر وبالتالي دي بازت رقم بي ورقم دي برضو بقول لك فدي برضو بازت المفروض تبقى طول مصدر فرقم سي دي بقى هنقصها سياق انت بتقول ما فيش حاجة اسمها بكوز والاسم ولا الفعل بعدها على طول لازم دي بيكون بعدها جملة كاملة فكان المفروض نقول اي سيرفز انترنت بكوز اي وانت تو فايند واكمل او تو فايند على طول الجملة رقم مية وعشرة فادي هي رقم بي اللي صح اللي قلت غلط عشان هو بيقول لك هنا اه وسائل وسائل او وسيلة كده كده اسمها مينز مش مين رقم سي غلط عشان مفروض نسمو الفيليج صفه اسم فكون قلنا اقول نه اه سمو الفيليج رقم دي قال لك اللي هي سوفة تصبح بالرغم من في الجملة الاصلية قال لك اصبح اللي هي هاس بيكم بعد كده بيقول لك تعتبر بطالة واحدة من اخطر المشاكل المفروض البطالة دي هو هنا عمل لي وهنا بقول لك يعني خطر لكن هو قال لك خطير في الجملة جايب لي كلمة اخطر صفة مقارنة من كلمة خطير يبقى كان نفوض نقول نزا ما نقولش هاز نفوض نقول لي انها تكون واحدة مني بقى طيب تعتمد اي قمتنا على شبابها في نفيذ المشروعات الزراعية والصناعية اول واحدة طبعا للصح رقم بي غلط عشان هو قال لك دي اللي هي معناها انها تكون يعني لكن انت عايز صفة الملكية اللي اسم غير ابوستروف فدي بوزت رقم بي اه دي اسم مفرد فالمفوت كنت قلنا دي والاخيرة جايب لك الزراعة والصناعة بالرغم ان هو قال لك المشروعات الزراعية والصناعية فكلا مفوت بقى عشانهم صفات اللي بعد كده التنفيذ يعني اللي هي ضخم او عملاق الولى صح التانية بقول لك حاولت بالرغم من في الجملة الاصلية قال لك بتحاول لسه في رقم بقول لك هنا مشروعات الصغيرة في الجملة الاصلية قال لك هنا اه عن طريق التنفيذ القليل ما قال لكش القليل قال لك يبقى كده رقم ايه اللي صح اول واحدة غلط عشان حديثة هو قال لك هنا في الجملة القديمة في الجملة رقم بي طبعا زارة دي ماضي بالرغم انه قال لك يعني يا زورون ده مدارع في رقم دي الجملة هنا قال لك القديمة الرخيصة بالرغم انه قال لك هنا يعني الرؤية العظيمة. طيب بعد كده اول واحدة بقول لك لا نحسن. برغم انه قال لك يعني يجب انه ورقم سي زيها برضو نفي. رقم بي المشكلة فيها لتقديل الانتاج برغم ان في الجملة قال لك بعد كده طبعا نقول لها صح زي ما انت شايف. رقم بي غلط عشان يعتبر يعدد تعليم وحاجة دي اللي مفوته بقى احد او واحد منه. ورقم سي غلط عشان يقول لك تقوم عليها صناعة الامم بالرغم ان هو قال لك هنا اللي هي نهضة. في رقم دي يعادل تعليم احد مصانع ما قال لكش مصانع قال لك اللي هي عوامل. بعد كده رقم مية سبعتاش الولى طبعا اه ان تصدير منتجاتنا للخارج سوف يساعد في تطوير اقتصادنا والحصول على المزيد من العمالة الشاقة من العملة الشاقة العملة الشاقة الغلط مفوض ان هي العملة الصعبة. رقم بي ان استيراد استيراد غلط. هو مفوض اقول لك ايه تصدير. اه هو قال لك كمان بعدها ساعدنا. مفوض اقول لك يعني سيساعدنا. وبعدين اقول لك تدمير. برغم انه قال لك هنا ديفولوب يبقى كده الجملة الرقم دي اللي صح. الولى غلط عشان قال لك التكنولوجيا الحديثة والدعوات العلمية. بالرغم ان في الجملة الاصلية عليك اللي هي لك اكتشافات العلمية. اه رقم دي غلط عشان قال لك عصاني تقدم غير حقيقي بالرغم ان هو قال لك هنا اه اه تأتيف اللي هو الحقيقي. مية سعطاشر معناها فقط. اه مش بس الفلوس لكن هيمكن ان تكون في الصحة او سلامة البال او البال. اول جملة التمتع بالصحة وسلامة العقل طبعا هما نتيجة ما لكش نتيجة. قال لك هنا اه بط زي ولكنها يمكن ان تكون فيه. الجملة التانية الحياة هي فقط ما لكش هي فقط. ده قال لك هي مش بس ليست فقط. اخر واحدة لا سبيل اللي عايش بدون المال الراجل صياغ الجملة صياغة غير الجملة الاصلية تماما. الجملة الاخيرة الاولانية يعد يعتبر التعلم بالرغم ان في الجملة الاصلية قال لك والتعليم. في رقم بي يعتبر التعليم من اهم اشكال للسمر وهذا يمكن اه يمكن الحكومة من خلق مواطنين مبدعين. قال لك الجملة الرقم بي صح. يبقى كده احنا معنا بي هي اللي صح رقم بي. رقم سي يعتبر التعليم من اهم نتائج ما قال لكش نتائج قال لك اشكال. يعتبر التعليم من اقل ما قال لكش اقل قال لك زا موست اكثر. خلصنا كده الجمل دي. ده كان من امتحان من كتاب العملاء كان نازل على الانترنت. آآ ياريتك تعلم كل الجمل بتاعتك كده. ترجم اعتقد ما تاخدش منك وقت الوقت بس هيكون في الاختياري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.